يشهد مركز مكافحة السرطان بولاية الوادي إقبالاً متزايداً من الوافدين من مختلف ولايات الوطن لتداوف مختلف الاختصاصات داخل هذا السرح الطبي خدمات مميزة إنعكس صداها الإيجابية على أغلب مراجعي هذه الأقسام جئت من ولاية المسيلة جئت مريضة وأنا الحمد لله أنا شوية رأني بديت نتحسن وشباراً كلهم يدروننا في الراديوات الدوات هني يدعوا فينا الماكلة يدعوا فينا المعاملة قد ما تتصور سماحها رأي أحسن أكثر من المستوى فوق تصور أي واحد قد ما تتصور رأي خين أنا عاجبني الحالية سرخة لبطة المليح المعاملة مليحة الأنظافة سكالم يعني ما شاء الله الآن تحسنت التكافي بمرضى ونسعى لما أكثر إلى تقديم علاج أكثر وتحسين أكثر وتوفير كل علاجات بأحدث التكنولوجيات الدقيقة هو بنظام رقمي للتسجيل والمتابعة والتحليل يرفع شباب من خرجي الجامعات الجزائرية تحدي ويربطون الليل بالنهار في أداء مهامهم تتمثل مهامتنا هنا في هذا المركز في السيرفيس الراديو تيرابي في أولا فردي بلان دي تراتمون بلان راديو تيرابي بلان 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 المالات حاليا تدعمنا بالنظام الرقمنا هذا أي مريض يقدر يجي يكون عنده سابقا أنا بعت في الميل دار رنديفو ومبعد يجيني هزتيكي نكتبوه بالإمكانيات المتاحة من طرف الدولة فنحن في سطد افتتاح مصالح صحية جديدة بعد افتتاح مصلحة لانوندوسكوبي نحن في انتظار افتتاح ثلاث مصالح صحية جديدة بامتياز تولي الدولة أهمية قسوة للرعاية الصحية بمراكز جهوية متخصصة والتي لطالما كانت سندا وإضافة تغني المواطنين عن التنقل لمسافة بعيدة